السلام عليكم ورحمة الله شباب سينيور ورن عاملين ايه يا رب بإذن الله اكونوا بخير من الياردة ان شاء الله هنحلل الاسئلة بتاعت الابنورمال كومسومال كيسز وقبليها لسيكس دي ترميناشن ليس نسعلي جدا وليس نحلو جدا يلا بينا نبتدي مع بعض الاسئلة ان شاء الله هتمشي بعنا كويس يلا بينا بسم الله السؤال الاول بيقول لحضرتكم هذه الابنورمية تظهر أن شاء الله عزيز ومشاركة ل أهل والدوطر هناك الاسئلة خرموسومات في قبلة والأسئلة بين التعريب عندما أقول له حضرتك ان هذا هو أبا حضرتك تعرف انه أبا بيكون الاسئلة خرموسومة عنده لأنه مال فأيكون مال اما المال لأنها مال فتكون مال فالآخر ستظهر لأيكس أكس اللي اتنين شبه بعض كل واحدة بيكون فيها اكس سيكرو موسو فهو طيب واحد نوع واحد انما الميل هيطلع نوعين هيطلع نوعين واحد اكس واحد واي فحضرتك مش عارف مين فين ولكن لما الكيو ده عمل فرطيزيشن للأكس طلع صن الصن ده ولد ده ميل فيكون الستركتر بتاعه اكس واي يبقى ده كيو هو واي اما الدوتر اللي هي الفيميل لان دي بنت فهي عبارة عن فيميل فيكون الكروموسومة الستركتر بتاعها او الكروموسومة عندها بيكون اكس اكس فدلوقتي حضرتك عرفت ان دي واي الى الكيو يبقى دي اكس حلو وهنا الفيميل عندها الاوبا اي فيميل عندها نورمال اوبا فهي بيكون فيها واحدة اكس بس كلام جميل يبقى الاوبا من نوع واحد والسبير منه وعلى حسب نوع الاسبرم اللي هيعمل فرطيزيشن للأوبا هيكون البيبي نوعه اي لو كان الاسبرم كاري واي في الحالة دي هيكون ميل ولو كان الاسبرم كاري اكس في الحالة دي هتكون فيميل السؤال بيسأل حضرتك مين كيو ومين ار مين ده ومين ده الكيو اللي هو السبرم اللي تشايل سكس كروموسوم نوعه واي والار اللي هي الفيميل اللي بيكون الكروموسومة الستركتر بتاعها اكس اكس اذا الاختيار لتر سي ان الكيو هو واي كروموسوم وي ار هي اكس اكس السؤال اللي هو رابع يقول لحضرتك ازاي الولد ازاي الصن يعني ميل بيورس السكس كروموسوم من التو بيرانس بتوعه خلال هنا هل المادر اكس واي؟ لا افادر اكس اكس طبع ان القولة حدس المادر اكس واي والخض booksP accumulation المادر اكس واي الاسترات والصن اكس واي او يبقى 26ces يقول عيد التو یع النقر بيورس السلغة إنما البقائين ليس مظبوطين فهنا الاختيار لتر دي السؤال اللي وراء يقول لحضرتك إذا كنت تعلم بأن كرموسومات الوحيدة في الوحيدة من الوحيدة الوحيدة هو 2x يقول لحضرتك هذه الوحيدة الوحيدة فهي عبارة عن سوماتيك سيل سوماتيك سيل فيها كم كرموسوم هنا؟ كلام جميل كرموسومات الوحيدة لان الوحيدة للوحيدة طب consider كم لأن الوحيدة العملة عبارة عن سكس سيل أو عبارة عن فلازم يكون نص عدد الوحيدة الصورة الصورة السوماتيك 2n الريبي هو الأ называется الصورة الصورة أعندcemos أعoshima correcting من أبيت هل هو يسأل على الكروموسومز كلها؟ لا، هذا يسأل على الأوتوثوم، ليس يسأل على الكروموسومز كاملة في الاسبرون يعني لو كان بالنسبة للهيومن مثلا تعال كده نشوفوا الكلام على الهيومن لو قلت لحضرتك الهيومن السوماتيك سيل بتاعته فيها كم كروموسوم؟ هتقول لي فيها 46 قبل 6 سيل بتاعتك الهيومن فيها كم كروموسوم؟ فيها 23 يبقى عدد الكروموسومز في السوماتيك سيل ضعف عدد الكروموسومز في السكسل أو عدد الكروموسومز في السكسل نصف عدد الكروموسومز في السوماتيك سيل كلام جميل جدد هنا بيقول له حضرتك الاسودAmanteCell فيها كام فيها 2x يبقى الجامل أو 6 سيل في كام نصه اللي هو &x لكنه ليس يسأل على عدد الكروموسومز كلها يسأل على الأوتوسومز وهو الكروموسوم في السبيرم يجب أن يقل واحدة عن الـ X لأن هذه الواحدة هي 6 كروموسوم في الـ 6 سيل نركز انا بقوله الواحدة التي ستنقص هذه هي 6 كروموسوم في الـ 6 سيل وهو X أو Y يجب أن يكون الـ السبيرم كل الكروموسوم في الـ X ناقص واحدة 6 كروموسوم يبقى X-1 هو عدد الكروموسوم يبقى الاختيار لتر D السؤال اللي وراء ده نمبر أوتوسوم برضو ماشي عند مين بقى؟ ناقص الاستومك سيل ان ميلدوغ هذا الاستومك دي يبقى 2 كروموسوم هتشيل منهم كم بقى؟ هتشيل منهم اثنين 6 كروموسوم اثنين 6 كروموسوم لان هنا بيقول لك ميلدوغ يعني X-Y هتشيل الـ X والـ Y يبقى 2X زي ما هو قالك مينس 2 يبقى الاختيار لتر D السؤال اللي وراء ده نمبر أوتوسوم عدد الكروموسوم كاملين في نيوكليس من الملحة من الملحة يعني الكروموسومة تفرق عن الاسكن ولا اي حاجة الـ 2 عبارة عن سوماتيك يبقى هنا كانت 2X يبقى الكروموسومة برضو زيها لازم يكون الكروموسومة بتاعها 2X برضو يبقى الاختيار الاول كان D والاختيار التاني D والاختيار الاخير 2X اللي هو لتر D السؤال الغرابي يقول لك الملحة العثور تظهر الاختيار و تظهر الاختيار تحضر الاختيار و تراجع الاختيار تعال كده بص على حضرتك انه كوك ده ديك الكروموسومة بتاعه كان 76 vs Z و ما هذا 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 الاختيار إنما الاختيار الكروموسومة بتاعها 76 vs Z اسأل سؤال قبل اكمل ايه دول يا باشا؟ جدوا الاختيار اسمهم Autosomes أو سمة الكروموسوم من الزد زد دول يتقال عليهم 6 كروموسوم 76 دول هما هما Autosome ودول مش اختلاف ما بين الميل والفيميل من الاختلاف الميل هنا في حالة الـ Chicken الميل عنده زد زد والفيميل عندها زد دابليو من الزد زد والزد دابليو دول من الزد والزد دول يتقال عليهم 6 كروموسوم هما الكروموسوم اللي مسؤولين عن الـ 6 Determination كلام جميل جدا اسأل بقى سؤال من اللي عنده الـ 6 كروموسوم شبه بعض الميل ولا الفيميل جدع الميل هتلاقي عنده الـ 6 كروموسوم هنا زد زد على عكس الـ Human الـ Human كان عنده الـ 6 كروموسوم بقى سؤال من اللي عند البنت بيكون الـ 6 كروموسوم عندها شبه بعض انما الميل بيكون عنده الـ 6 كروموسوم ده عند الـ Human طب تعال هنا عند الـ Chicken يقول لحضرتك الميل عنده الـ 6 كروموسوم بقى سؤال من اللي عنده الـ 6 كروموسوم زد ما لهم يبقى هنا دول عكس البناء أدمين من اللي قد يدع أدنين م pseذنذي و من اللي حدد نوعك ابوك واللمك؟ ابي في كروموسوم يبدو لدولة أثارات الإجابة الأز 괜ذين و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لان الاسبرم اللي عمل فرتلزيشن كاري كروموسوم يبقى نوع الاسبرم هو اللي حدد نوع البيبي ده عند البني أدميه طب تعال هنا هتلاقي ان الاسبرم ده او الكوك ده عديك ده هيطلع اسبرم بيكون الكروموسوميال بتاعه في زد واحدة بس نوع واحد بس ما قدوش نوعين من الاسبرم يعني الاسبرم بتاع ديك نوع واحد اللي هو كاري زد اما الاؤن بتاعه الهن اما الاؤن بتاعه الفرخه اللي هو كاري زد و دابليو لو ده عمل فرتلزيشن لده هيطلع لك زد وزده في الحاله دي هتخلف كوك دة ولو ده عمل فرتلزيشن لده في الحاله دي هيكون Z و و في الحاله دي هتخلف هن فيميل بنت يبقى مين اللي عمل 6 دي ترمينيشن الب Behind الغير مليل او فيميل عند الفراخ؟ الفيميل ليه؟ عشان عدها two types of ova انما الميل عنده one type of sperm السؤال بيقول لك all the following statement are correct except تخد بالك باللي عليك كل دول صح معد يلا both sex carry ده necessary chromosome for life طبعا اللي هو في الحالة دي زد اللي هو راه the female are responsible for sex determination الفيميل هي اللي حددت نوع البيبي عشان عندها two types of ova انما الميل عنده one type of sperm فحالة الشيكين انما البني قدمين العكس السؤال اللي وراها او يبقى الجملة التانية صح البوينت اللي وراها the male are responsible for sex determination لا الفيميل هي اللي responsible for sex determination يبقى انا اخترت لتر سي لان هو بيقول لي except السؤال اللي وراها على نفس المسألة يعني البوينت التاني على نفس السؤال the number of otosome in the pancreatic cell of him عدد ال otosome في pancreatic cell بتاعت الهن يعني السلز بتاعت البانكرياس pancreatic cell دي عبارة عن somatic cell يعني n ولا to n يا باشا to n كلام جميل عايز بقى عدد ال otosome اللي فين في البانكرياس اذا لو اعطيه لك كده يبقى كم واحدة يا باشا يقول لحضرتك اهم دي otosome ودي otosome ودول six cromosome ودول يتقل عليهم ايه يا باشا otosome او يتقل عليهم somatic chromosome حلم السؤال بقى عن ايه عن ال otosome فين في البانكرياس في السوماتيكسل يعني كم يا باشا قال لحضرتك 76 السؤال الوراء ده نمبر otosome عدد ال otosome في السبيرم بتاع ديك ادي ديك اهو اقسم عم الحج اقسم عم الحج 76 هيتقلعوا كم قال لحضرتك والله هي هيتقلعوا اه 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 كم 39 30 اما تقسم دي لوحدها هيتقلع لك 38 وده هتتقسم ثاني يطلعوا 38 يبقى 76 دول قسمتهم على اثنين هم يبقى 38 و38 والزدين دول ادي زد دو زد دول يتقل عليهم otosome ودول يتقل عليهم six chromosome مظبوط الكلام ده طيب وبعدين قال لحضرتك هو بيسأل عدد الوتو عدد الوتو في اثنين في الاسمير كم واحدة 38 شكرا السؤال الوراء شوز كرموسوم هماني بي انسيكت بص كده الكلام يقول لحضرتك هو البني قدمين ايه الفرق ما بين الميل والفيميل يقول لحضرتك الفرق ما بين الميل والفيميل عند الهومان نوع نوع السيكس كرموسوم الميل هلاقي عنده السيكس كرموسوم اكس واي والفيميل اكس اكس يعني ده الفرق بين البني قدمين اه طب تعال كده بص على الهني بي بص على النحلة مالها يقول لحضرتك ان الفيميل اللي هي يتقل عليها بي بتكون الكرموسومة الميل بتاعها او انما الميل اللي هو بيتقل عليه درون الميل بتاع البي الولد بتاع النحلة يتقل عليه ماله عنده ان يعني هقول لحضرتك الديفرنس بين ميل ان هاني بي انسيكت في النحلة في النوع في الانسيكت اللي اسمها نحلة الفرق بين الميل والفيميل هتقل لي number of كرموسومة مش type of 6 number of كرموسومة لان الميل بيكون N والفيميل بتكون 2N الميل عنده 60 كرموسومة دي السوماتيكسل بتاعته والفيميل عندها 32 كرموسومة ماشا دي السوماتيكسل بتاعته كلام جميل السؤال بقى بيقولك قبل ما اخش على السؤال طيب بعد اذنك هنا طلع علي الجميل هتلاقي ان الفيميل هتطلع جميل بيكون في 16 كرموسومة طب 16 دول شكلهم ازاي 15 plus X طب الميل هيطلع السبيرم بتاعه هيكون بميتوسس على فكرة عشان ده exception ما علينا يعني فهتلاقي ان هو 15 plus X أو 15 plus Y كلام جميل تعال لي بقى what is the number of otosome in female honey bee عايزة عرف عدد ال otosome تعال على دي على السوماتيك بتاعت الفيميل هتلاقيها 30 plus XX يبقى عندها كم otosome اللهم السوماتيك رموسوم 30 what is the number of six cromosomes in male of honey bee عايزة عرف عدد 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 six cromosomes عنده كم واحدة الميل عنده كم six cromosomes واحدة اللي وراها what is the number of otosome in male of honey bee اهو هناك اهو عنده كم otosome يا ماشا عنده 15 يبقى الاجابة letter A اللي هي 15 otosome خطبه لك من الفكرة السؤال اللي وراها question number six the following figure illustrate the stages of human embryo formation in weeks study it or study them then answer ايه يا باشا الكلام ده اللي حضرتك المرحلة الاولى دي هي اللي اسمها fertilization اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها fusion of male gamete nucleus and female gamete nucleus تجد ان nucleus بتاندمج مع nucleus بتاندمج وتكون زيغوت وبعدين الزيغوت يبقى حاجة اسمها بلاستوميرو وبعدين حاجة اسمها موريولا ويبتدي البيبي الكون معلنا وبعدين يقول لحضرتك بالمنظر ده اتكون البيبي في كم اسبوع في 38 اسبوع يعني 9 شهور ولكن هو بيسأل على مش الحمل كله بص بقى الاسئلة السؤال الرسمة دي عليها 3 اسئلة السؤال الاول في كل مرحلة المرحلة المرحلة فانهي مرحلة X Y Z Z يتحدد نوع البيبي جدع في المرحلة اللي هي الـ X الفيرتلايزاشن ليه؟ لانه لو كان الاسبور 22 بلاس X في الحالة دي هيكون البيبي في ميل انما لو كان الاسبور اللي دخل للـ 22 بلاس Y في الحالة دي هيكون البيبي اللي تكون ماله يا باشا يبقى المرحلة اللي هي X هي اللي تحدد فيها نوع البيبي السؤال اللي وراه number 2 which of the following the two tests of male starts to be differentiated امت بيحصل differentiation و ازاي يقول لحضرتك اد زي 6 في الاسبوع السادس لو البابي عنده Y الواي يخرج انزيم sorry الواي يخرج هرمون اهو الواي هيخرج ايه يا حبيب قلبي؟ هيخرج هرمون والهرمون ده هيكون form two tests فين في الأبدومن بتاعة البابي في بطن البابي يبقى يقول لحضرتك بتتكون امتى يبقى تتكون في الاسبوع السادس طب فين الاسبوع السادس طب هنا Z يبقى الاختيار لترسيل الذي هو Z السؤال اللي وراه في الاسبوع السادس في اللي وراه في الاسبوع السادس هيا الاسبوع السادس تكون امتى؟ قالوا الله ده جزء من فايجي لو البابي في الاسبوع السادس يجي الاسبوع السادس في الاسبوع الاثناشر في نهاية الشهر الثالث ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان في الاسبوع الاثناشر الاكس ما له يخرج هرمون والهرمون يكون الأوبرز او يكون الفيميل فتلاقي ان تكوين او تحديد نوع الفيميل بيحصل في الاسبوع الاثناشر يعني الشهر الثالث حلو في نهاية الشهر الثالث كلام جميل حصل بقى الكلام ده فانيه مرحلة اكس لا واي لا ز لا لا يبقى ال هي اللي بيكون فيها الاسبوع الاثناشر لان ال اللي هي المرحلة بين التاسع والستاشر يبقى الاسبوع الاثناشر في المرحلة دي يبقى الاختيار لتر ال السؤال الورا فانيه مرحلة و ثانيه مرحلة ثانيه مرحلة فانيه مرحلة فانيه مرحلة السادس من الحمل بمعنى ان بعد ست اسابيع من واحد اثنين عشرين عشرين اتكون عند البيبي دلتستيز طب ست اسابيع يعني كم شهر يعني شهر ونص يعني في نص شهر ثلاثة في نص شهر ثلاثة في نص شهر ثلاثة عالفين وعشرين يبقى البيبي هيتكون عنده الميل وبالتحديد دلتستيز في نص شهر ثلاثة في نص شهر مارس يعني في الاسبوع السادس يعني بعد شهر ونص من بداية الحمل طيب هل تكون عنده التستيز اثنين وعشرين اثنين لا يا حبيبي ده بعد ثلاثة اسابيع ده بعد ثلاثة اسابيع ده غلط طيب واحد عشرين ثلاثة ممكن في نص شهر ثلاثة تقريبا برضو احنا مش مش كمبيوتر يا حبيب ممكن يؤخر اسبوع يعني مجراش حاجة يبقى الاجابة المنطقية دي غلطة يبقى الاجابة المنطقية واحد وعشرين ثلاثة مزبوط طب كم طمانتاشر اربعة بعد شهرين ونص من الحمل لا طب طب ستاشر خمسة بعد ثلاثة شهر ونص لا طب يبقى تكوين التستيز بيحصل فين يا باشا في الاسبوع السادس اي بعد شهر ونص يبقى الاختيار لتر بي واحد وعشرين ثلاثة السؤال لورا نورمال اسبيرم لا توجد 6 كرموسوم اكس نورمال اسبيرم لا يوجد اكس يبقى هنا النورمال اسبيرم ده في ايه؟ في واي؟ يعني هنا هقول لحضرتك الاسبيرم ده الستراكشور بتاعه يطلع 22 بلاس واي يمكن استخدام اوه سيد اوه هذه المكتب يكتشف الاسبيرم نورمال اسبيرم الزم المكتب 22 بلاس اكس وعلى 44 بلاس اكس ويبقى نورمال اسبيرم نورمال اسبيرم نورمال اسبيرم شكرا جمع سيطلعوا فورتي بور بلاس اكس اكس في الحلقة دي فيميل نورمال يبقى نورمال فيميل يبقى الاختيار لتر سي السؤال اللي وراهنا نمبر تن يقول لحضرتك وين ان اوبم ديفايد اف سيكس كرموسوم اوبم ما فيقاش سيكس كرموسوم يعني اوبم بتاعها بيكون توينتي تو بلاس بس فيش حاجة مفيش سيكس كرموسوم قالك ديفايد ديفايد بمعنى مفيش اوبم ما فيقاش سيكس كرموسوم اسفرطيليز باي اسفرم ما اللي اسفرم يبقاش توينتي تو بلاس اكس ايه اللي هيحسن اه سعني توينتي تو بلاس واي توينتي تو بلاس واي يلا جمع توينتي تو بلاس واي يطلعوا فورتي فور بلاس واي بس ايه ده بقى يقول لحضرتك بالصلاة على سيدنا النبي ده مش عكو نعم مفيش اكس تفاكرني قلتلك اكس حسها مافيش حد ما عندوش اكس مافيش حد ما عندوش اكس الاكس الف كرموسوم لازم يكون عندك اكس. الاكس هو كرموسوم. طب هنا ما عندوش اكس. إلا هيحصل. يقول لحضرتك تعال بقى نشوف. هل نورمال ميل بروديوز? لا. نورمال في ميل بروديوز? لا. ابنورمال ميل بروديوز? لا. اوفم دايز افتر فرتليزيشن او. ليه? عشان ما عندوش اكس. عشان ما فيش اكس. طب ما انو ما فيش اكس هتموت. بليه معايا. ميلوز كلان فيلتر سيندرون. is similar to ميلوف داون سيندرون. يا يلا يروح على كرموسومة بلتطراكشار خلاان فيلتر. 44 بلس اكس واي. من الغليل كلان فيلتر. and and ميل اوف داون. تاب ميلوز داون 45 بلس اكس واي. الاسؤال يقولك. السميلارتي ما بين الاتنين. التشبه ما بين الاتنين. يلا. هل نورمال في سيكس الكرموسوم? لا. لان بغام frontousing رجل 3 و السؤال هو الثاني ده السيكس كرموسومي كمال ده تشابه ما بين الاتنين اه الاتنين عندهم يهوم ده عنده يهوم وده عنده يهوم يبقى الاجابة لتر بي صح كمال نمبر اف كرموسوم اكس لا كلها نفلتر عنده اثنين ودهون عنده واحد نمبر اف أوتوسوم لا ده عنده 44 وده عنده 45 يبقى الاختيار لتر بي السؤال اللوراه نمبر 12 ده مال ان داون سندروم is different from female انت نقطة على باش دونه دونه الميل بيكون الكرموسومة بتاعه 45 45 plus xy والفيميل بتكون 45 plus xx السؤال بيقول لحضرتك الاختلاف ما بينهم الاختلاف ما بين الميل والفيميل بتوع دونه هل النمبر اف سيكس كرموسوم ده مختلفة يا راح قلبي اللي اثنين عندهم اثنين الميل عنده xy والفيميل عنده xx كملك نمبر اف أوتوسوم السميلاريتي ما بينهم او الاختلاف ما بينهم مش في السكس كرموسوم لان الاتنين عندهم 45 وهنا الابنورمال ان دون عنده 45 بدل 44 الكرموسوم اللي زايد ده زايد في البيئر نمبر 21 بالتحديد بير نمبر 21 طيب الطيب 6 كرموسوم اه زي البناء العاديين الاختلاف في نوع 6 كرموسوم طيب الكيس سيبتمز اعراض الحالة لا لا الاتنين نفس الاعراض الاتنين عندهم اوالفاس وعندهم نارو ايز وعندهم وعندهم فلاد باك اوهد نفس الاعراض ميل وفيميل يبقى الاختيار letter c السؤال اللي وراء نمبر 13 بيقول الفيجر المنظر يوضع الاختيار المنظر ده الملجميت والمنظر ده فيه ملجميت يبقى اللي فيه ده ملجميت سبير معاني واللي ما فيهوش فيه ملجميت طيب اتكلم اتكلم من الملجميت من الملجميت ن مين اللي ن ده يقول لحضرتك ده ابنورمال اوهام 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 عيانة اوهام ابنورمال اوهام مش طبيعية ليه لان في الحالة ده هيجيب لي تيرنر سندروم ليه يا باشا؟ لان تيرنر سندروم بيكون الكرموسومال بتاعها 44 بلاس اكس يبقى هيجي من اوهام ناقص فيها كرموسوم ناقص فيها اكس كرموسوم طيب مين فيهم تيرنر يا باشا؟ قال لي الله الحالة دي لان هنا سبيرمي نورمال عادي والاوهام فاضية ما فيهاش يبقى الاختيار لتر سي الاإ نمبر 3 طيب بكمل كده بيقول لي حضرتك teach of the following suffer from short stature مين فيهم اوزعاه تيرنر سندروم يبقى الاختيار لتر سي برضو طيب اللي ارأها teach of the following produce a sterile male هيخلف مين استيرايل مين استيرايل؟ مين الاستيرايل؟ دي الحالة اللي اسمعها كليم فيلتر سندروم حلو طيب مين فيهم كليم فلتر؟ هنا ميل الاسبيرم بتاعه نورمال عادي والفيميل اكس اكس اهم اتنين اهم يبقى اللي طالع وان ده كلان فلتر اللي هو اكس اكس واي يبقى اللي اختيار لتر ايه السؤال اللي وراه مين هيطلع سكس اه مين هيطلع جميت في واي هنا ده ستيريل اصلا مش بيطلع اسبيرم طب هنا يقول لحضرتك ده بولي بلويدي في اقمالها البولي بلويدي دي مش هطلع حاجة اصلا هنا معنداش واي كلهم اكس ات طب هنا ده اصلا ما بتوصلش للبلوغ اصلا طب هنا ده نورمال ميل حاج فالنورمال ميل هو اللي هيطلع اسبيرمي في واي عادي يبقى الاختيار نمبر فور اللي هو قليتر دي السؤال اللي وراه فميل transformative syndrome في ميل plateau الاسؤال بيقول لك ايه ؟ عايز اعرف اسيبية كفرتي خد بالك هل الاتنين نوع 6 كرموسوم؟ لا ترنر عندها واحد 6 كرموسوم وهو X ودون عندها اثنين نوع 8 كرموسوم؟ لا ترنر عندها 44 ودون 45 نفس الاعراض لا اعراضها غير اعراضها الابسنس اف كرموسوم Y الاتنين ما عندهمش Y حاصل يبقى الاختيار دي ولا ترنر عندها Y ولا دون الفيميل عندها Y سألوه رو نوع 15 الوضع الاختيار الاختيار في الموضوع النوع المال ليس لا حسنا ان الاختيار الاختيار هو 22 ودونة X ودونة X ودونة X يتقل عليهم او يتقل عليهم سوماتيك كرموسوم ساعتم 18 يقول لكم l palsaticumbival g r Astrolized by human female ovum that contain 24 chromosomes the male or the sperm is normal the sperm abnormal and how much are there ? 23 chromosomes Off ancient ovum, contain 24 chromosomes ovum abnormal, are there a ton at all? 24 chromosomes forty seven hupe 47 قل لحضرتك اللي 47 عندنا في المنهج حاجة من اثنين يا اما كلاين فلتر يا اما دون ودون ممكن يكون ميل وممكن يكون فيه ميل كلام جميل ما الذي حصل بقى؟ الأوفم فيها كم يا باشا؟ فيها 24 كروموسوم والسبرم فيها كم؟ فيها 23 كروموسوم قال لحضرتك المتحدثين 24 دول بقى اللي هم 24 كروموسوم بتالاوفم المتحدثين بقى الأوفم المتحدثين 8 مختلفة عن اللي 6 كروموسوم وبينها حี้ يعتقد انهائنا المختلف عن اللي 6 كروموسوم بتاع الاسبرم ما هو قل لك هم 6 كروموسوم تضinateو نوع واحد و 이�々د لس بقى إيريد فقط مختلف عن هذا هم 6 كروموسوم مختلف عن اللي 6 كروموسوم تظن بتاع الاسبرم هنا لدياUA BECHلى فقال لي مختلف يبقى ده في وي فاهم الفكرة ازاي قالك الاسبرم مختلف يبقى الاسبرم في وي لان كده كده فيها اكس طب هنا الاكس لما تكون واحدة عند الفيميل ده كده ابنورمال لا ده كده نورمال يبقى يكون عندها هنا واحدة اكس والميل يكون عنده واحدة وي كلام جميل تاني كده معلش كونتيني جوينتى فور كرموسوم انكلوودنج اوان سكس كرموسوم واحد فيها سكس كرموسوم واحد يعني الزيادة اللي هنا مش ايه مش سكس كرموسوم يبقى قوته سوم يبقى حضرتك في الحالة دي فهمت ان الامبريو او الانديفيدوال اللي تكون عنده اكس وي بس ما عندهش سكس كرموسوم كمان لانه هو قال لي وان سكس كرموسوم فهو واحد من ابو واحد منهم طب هو عنده 47 يبقى البقائين 45 ده ايه ده بقى؟ ده داون سندروم ميل ميل و داون سندروم يبقى الاختيار سي السؤال اللي وراءه نمبر نانتين بيقول عايز اقل عدد من الكروموسوم بوس كده حاجة قال لي حضرتك سيل اف نورمال ميل بني ادم ميل نورمل سيكون ميل يقع هذه السلمات ب sprawd الدديو من الس beschäftاء بقى في ميلة لها 井 Democratic السؤال يقولك عام الى اقل عدد 45 أجل السنبير الثاني بالكاريوتيب من حصول الترنر يكون الاختيار C السؤال الثاني الأخير في سبيلا الطريق الشديد يكون بالكاريوتيب من الحصول أمسفنا بسسير هذا الاختيار السبير أو و حسنا عندما تتصل at all the ovum كان الصفر لدنة حصول الترنر كان الظلام الذي أسفر من شجن الديفقية في الحصول الترنر يعني الفيميلة اللي تكونت مين يعمل حاج تيرنر سيندروم تمام طب تيرنر دي ما لها قال لحضرتك دي جاية من اهي دي الكرموسومة بتاعها 44 بلاس اكس بس ليه لأنها هي جاية من سبيرم بيكون 22 بلاس اكس و اوفم بتكون 22 بلاس مفيش طب قال لك اللي سبيرم هو هكلي الاوفم ده السؤال الوجه للم alright الوجه لديه أحضرت الكرموسومة بي هي يعني الاجتين dare بي لكن هنا عندها اكس ايه هلا عندها اكس ايه يفقى الاختيار لتر بي السؤال الوراء ما هو رتشيو بين نمبر الكرموسومة اكس اي ارقاء بيش و اي ارقاء بيش يالله يا عيش الميل الكرموسوم الستركتر بتاعه A44 plus XY طب الفيميل الكرموسوم الستركتر A44 plus XX السؤال بيقولك عايز الراشيو ما بين عدد 6 كرموسوم X الاسكن بتاع النورمال الميل والاسكن بتاع النورمال الفيميل طب الميل عنده 1X والفيميل عنده 1X يبقى الاجابة 1-2-2 ويبقى الاختيار letter C السؤال اللي وراه number 22 The opposite figure represent a cariotype of two gametes number 1 and number 2 دول اتنين gametes 1-2 طيب تعال اعمل حق تعال كده بص على الكاريوتيب ده هتلاقي track 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 هنا عنده كرموسوم صغير فده Y يبقى هنا الاسبرم ده 22 plus Y ليه عرفت انه اسبرم عشان في Y طب تعال على التانية هنا track 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 يعني انك رشأت مين يا باشا تاخد بالك يعني انك لازم تبص وترشأ في الكاريوتيب على السكس كرموسوم اللي هو number 23 اخر حاجة فهنا هتلاقي عنده 22 plus X يبقى دي اوفام ابنورمال وهنا سبرم امالو نورمال جمع عم الحج هيتطلع لحضرتك مين 44 plus X X ده ايه ده بالسالة على سيدنا النبي كده ولا عيصة الصلاة مالي عيصة الصلاة مالي عيصة الصلاة يبقى هنا 44 plus X X مين ده؟ ده كلين filter syndrome فهنا الاختيار letter A السؤال اللي هو which of the following include a skin cell of that contain 46 كرموسوم يعني عايصه ما تكسل فيها 46 كرموسوم ماشي هال كلين filter لا كلين filter عنده 47 لان الكرموسومال structure بتاعه 44 plus XX top down syndrome ده عنده 47 لان الكرموسومال structure بتاعه لو مال هيكون 45 plus XY ولو في مال هتكون 45 plus XX Turner syndrome اللي حضرتك بيكون عندها 45 لان الكرموسومال structure بتاعها 44 plus X بس طب نورمال في مال اه عندها 46 كرموسوم بين كلهم 47 او 45 مش 46 فالاختيار letter D السؤال اللي هو number 24 from the opposite figure جميع الجميع الجميع قلت لك هناك ترشع على مين يود؟ يترشع على الأخير هنا في كم واحد اتنين شمع بعض يبقوا XX ايه ده يا باشا؟ ده abnormal ده abnormal يبقى normal ده غلط ما ليش دعا بيها؟ يبقى ده abnormal طب abnormal او abnormal او abnormal هتقول له نعرف منين؟ هقول لك عنده 2x يا حبيب يبقى جاية من parent عنده 2x يعني ميل ولا في ميل؟ في ميل ده abnormal يبقى ده abnormal ovum يبقى هنا الاختيار letter D number 2 which of the following can be produced from the fusion of gamete with another normal gamete يبقى هنا ده 22 plus XX حصل له fertilization by normal طب الnormal ده ممكن يكون ايه؟ قال له حضرتك ممكن يكون 22 plus X أو 22 plus Y طيب لو 22 plus X عمل fertilization 22 plus XX حيطلع 44 plus XX وديه حالة اسمها حالة اسمها خلال طيب مين فيهم في الاختيارات؟ polyploidي ولا turner ولا female down ولا normal female هي ال polyploidي في الاختيار letter A السؤال اللي قرأت جاهد ارى الاختيار ثم ان اعجب الانسرع اذا اعجب الانسرع او الانسرع ثم ان اعجب الانسرع او الانسرع او الانسرع السؤال اللي قرأت سأجب التالي انظر على هذا المانظر تفريد نقطة هنا ده عنده ترك 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 لازم يعني ترشع على مين احد على السكس كرموسوم اللي هو الى بير نوبر 23 اللي في الاقل طيب ده كبير ولا صغير يبقى ده X طيب X ده ممكن يكون موجود اهو يبقى ده 22 plus X ده المنظر ده كل هو 22 plus X طيب 22 plus X ده ممكن يكون موجود في Normal Sperm هو ممكن يكون موجود في نورمال اوفم يبقى الإجابة نورمال اسبرما او نورمال اوفم يبقى الاختيار لتر دي كمل كده ويتشوف دفولوانج كرموسوم ذكرية جينو بلاك جروب هو الجين بتاع البلاك جروب متشل على ايه؟ على ناينث كرموسوم على الكرموسوم ماله التاسع يبقى انا هدور هنا على الكرموسوم التاسع 1-2-3-4-5-6-7-8-9 شكرا يبقى الاختيار لتر دي اللي هو ال يقول لحضرتك هذا ليس موجود هذا ليس موجود يعني لا يوجد اكس ماشي من هذه الجميط ويبقى الموجودة في الجميط حيث يحدث في الجميط يبقى عند كثيرها هذا الجميط 22 لا يوجد ويحدث على الكرموسوم سيحدث في الجميط ويقول لك ويبقى بأنها موجود موجود بأنها موجود يسمى السرس 22 بما يوجد ويقوم بكى ويقام بتاعي 44 بما أنه ترنار يسمى الترنار فالاختيار الاسئ السؤال الوراء السؤال الوراء والصائق المسلمين لا يتحدث من ال 45؟ من ال 45 الذي عندك تيرنر سندروم الوراء الوراء 44 plus x كلام جميل مال ولا مال يكون الاختيار الوراء الوراء السؤال الوراء الوراء إذاkr Ante are Indeasy They are dɪnev in symmetric pairs in cariotype symmetric يعني similar symmetric يعني الاثنين شبه بعض يعني هنا يقول لك الكرموسوم present in symmetric pairs يعني كلهم identical pair number one شبه بعض pair number two شبه بعض pair number three شبه بعض pair number twenty three شبه بعض إذي Normal female عشان يطلعون الاثنين XX يبقى هنا female normal اللي هي حيث فلتر دي نورمال ويل هم اثنين لكن مختلفين ميل وثلان فلتر ثلاثة ليس اثنين لان نقل الانتر بار ميل وثداون ميل وثداون يبقى اثنين مختلفين وانا الشيء مختلفين هنا الشيء السؤال لوجه يقول لي حضرتك number two ده سيل واي اللي احنا قلنا حاجة من اثنين يا إما كلاين فيلتر يا إما داون فيميل يالله يا بش وايدي موجود يا مفين ميل كلاين فيلتر أو فيميل تيرنر لا ميل داون ميل كلاين فيلتر وفيميل داون الاتنين عندهم اكستين الاتنين عندهم تيرنر أو اви PLAN السؤال الطرف الموجود ميل كلاين فيلتر س Bangladesh الميل كانت من داون اكرها الميل كل التاريخ فيلتر ممكن ان يجل من نورملوب لا تعز الصوام mitä نورمل فادي وباكر الموجود بهذا قلبي الفاكين انفلتال دومانشيا عنده عتاه لما بيوصلش للأسفل حبيبي كلاين فلتر استيرال أسفل السؤال ده بالمختصر كده معناه يعني بصورة تانية هو العقم وراسي يعني لوحد ابوه ما بيخلفش هو هيبقى ما بيخلفش برضه فكر كده السؤال الاخير بيقول لحضرتك The embryo with turner syndrome Begin its formation of the gonad cell هي turner syndrome دي ميل ولا في ميل؟ في ميل طب الفيميل بيتكون عندها الجوندز بيتكون عندها امتى يا باشا؟ يقول لحضرتك بيتكون عندها في الاسبوع الاثناشر يعني بعد ثلاث شهور فين الإجابة ثلاث شهور شكرا سعب أتمنى تكون حضرتك بتذاكر كويس وبتحل اسئلة الهومورك وبتراجع عليها من الفيديوهات ربنا معاك يا شباب شد حلكو خلاص ما فيش وقت كل سنة انتو طايبين أشوفك على خير إن شاء الله سلام علي اشتركوا في القناة